سؤال آخر ربما نختم به الحلقة يا شيخ ورد يعني من أكثر من المسلمين حول حكم التهنئة بعياد غير المسلمين حتى أن أحد الأخوة يقول بعض الأقارب منهم أحيانا يكون غير مسلمين ويبادلوننا التهنئة في مناسباتنا وعيادنا فهل نبادلهم التهنئة؟ إذا كان الإنسان يقصد بها مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح المصالح الدينية فليهنئهم يعني الإنسان مثل ما تعرف أنه مأمورون بأن نحسن أخلاقنا للناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله والله تعالى قال في القرآن الكريم لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخارق الناس جميع الناس بخلق حسن فالإنسان إذا كان له أصدقاء أو جيران ويريد أن يحسن معاملته معهم ليبلغهم دين الله عمليا فلا بأس بذلك وهذا رأي الشيخ الإسلام من تيمية وغيره أن يكون ذلك في سبيل مصلحة الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم ولغير المسلم الآن